وعن ذات الموضوع عبد الله ما تقدمه أمانة جدة من جولات رقابية خصوصا في مثل هذه الليالي في البداية أمسي عليك خليل وعلى مشاهدين اخبارية الكرام بالطبع نحن نتواجد هنا وتحديدا في حي بني مالك أحد أقدم الأحياء الموجودة تقريبا في منطقة وسط جدة بجوار شارع فلسطين كما تتابعون ومن خلف أيضا زميل المصور ينقل لكم الصورة وهي لإحدى النقاط الأمنية التابعة لشرطة منطقة مكة المكرمة التي تتواجد هنا بالتعاون مع أمانة جدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضا هناك على امتداد الشارع هناك دوريات أمنية متحركة تتحرك لمراقبة الأماكن ومتابعة تنفيذ الإجراءات الحقيقة في البداية يسرني أن أرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة أهلا وسهلا ومرحبا فيك ودنا تحدثنا عن الإجراءات الرقابية التي تقومون فيها خاصة في مثل هذه الأماكن فيما يتعلق بأماكن تجمع العمالة أيضا تواجد البسطات المحلات المخالفة فما هي الإجراءات التي تقومون بها في هذا الوقت إضافة لتعاونكم مع الجهات الأمنية الحقيقة تعمل أمانة محافظة جدة مع جميع الجهات من شرطة منطقة مكة والصحة وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع أحياء محافظة جدة أمانة جدة خلال الفترة الماضية نفذت حملات على المحلات التجارية بلغت عدد الجولات تقريبا 140 ألف جولة حتى الآن تم مصادرة كميات كبيرة من المصادرات أغذية وغيرها تقريبا أكثر من 100 طن نحن الآن في حي الشرفية حي بني مالك عفوني تبع بلدية الشرفية طبعا تم خلال الفترة الماضية مصادرة كمية من العربات الأطعمة والبسطات العشوائية حوالي تقريبا 300 بسطة أيضا تم أغلاق 10 محلات في هذا الحي لو سألناك هل هناك عقوبات مفاعلة تطبق على المخالفين؟ طبعا أمانة محافظة جدة فعلت إجراءات الاحترازية منذ بداية الأزمة وطبقت جميع المخالفات اللازمة على المحلات التي لم تلتزم بهذه الاشتراطات وحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم أيضا هناك فيما يخص العمالة نعرف أن منطقة بني مالك هنا من الأحياء التي تكثر فيها تجمعات العمالة أمانة جدة تعمل مع الجهات العمنية دائما في المنطقة للحد من تجمعات العمالة وأيضا تم قيام لجنة الكشف على مساكن العمالة بجولة هنا ورصدت مجموعة من المخالفات طبعا اللجنة حتى الآن رصدت أكثر من 500 موقع على مستوى جدة لإسكان العمالة وتم الكشف على أكثر من 100 ألف عامل حتى الآن لو سألناك عن الأغذية هذه المصادرة إلى أي الجهات توجهونها هل هناك جهات معينة تستفيد منها أم يتم تلافها كمية المصادرات كانت كبيرة جدا خلال الفترة هذه أكثر من 100 ألف طن طبعا يتم تنسيق مع الجمعيات الخيرية المواد الصالحة للاستخدام وبشكل جيد يتم تسليمها للجمعية أما الشيء الذي تلف بسوء التخزين أو سوء النقل يتم تخلص منه شكرا لكم محمد البقمي المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة الحقيقة هناك جهود مشتركة بين الأمانة والجهات الأمنية ممثلة بشرطة منطقة مكة المكرمة وكافة الجهات الأمنية الأخرى التي تعمل معها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضا مرافقتها لتنفيذ المهام التي تتعلق بمكافحة التجمعات أيضا مصادرة المواد الغذائية وأيضا هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها كل ما نطلبه من الجميع هو البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم عبدالله الغامدي كنت معنا من جدة شكرا لك أيضا الشكر موصول لمحمد الشهري من المدينة المنورة